السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم جي جي من قناة جي جي فريد النهاردة ان شاء الله هكلمكم عن البرايمر اللي ريال انفلابل ده ده متفاينج برايمر البرايمر فيه انواع كتير جدا لبرايمرز في الماركت انت حسب النوع اللي انت عايزت جبيه لبشرتك يعني مثلا عايزة حاجة ترتب بشرتك من البرايمرز عايزة مثلا حاجة تخفي المسام الواسعة حاجة تتحكم في افراز الزيوت حسب ما انت عايزة موجود ده انا جايبا متفاينج ده بيتحكم في افراز الزيوت وبيدي لوك مات كده للبشرة بيدي شكل حلو كده وشيك للمكياج وطبعا انا بالنسبة لانه متفاينج انا بشرتك مختلطة الجفة فما بحتاجش قوي بشرتك بتفرس الزيوت يعني لدرجة ان هي بوازي المكياج لكن انا جايبا عشان بيثبت المكياج فترة طويلة يعني ممكن تحطي المكياج ويفضل على بشرتك لمدة 10-12 ساعة لخروجة طويلة يفضل المكياج على بشرتك لكن هو اساسا طبعا الماتفاينج برايمر ده حلو جدا للبشرة الدهنية يعني البنات اللي بشرتها بتفرس زيوت كتير والزيوت دي بوازلها شكل المكياج البرايمر ده هيناسبها جدا حلو جدا في كده ده هيتحكم في إفراز الزيوت وهيخلي المكياج يستمر على بشرتها فترة أطول وهيخلي بشرتها بقى ما يظهرش عليها اللامعة بتاعت الزيوت الجامدة دي لأ هيخلي بشرتها حلوة كده ومات وهيتبدل معها فترة طويلة المكياج يعني لوك مات كده وجميل جدا أما البشرة اللي أنا بجايبها بالنسبالي كبشرة جفة المختلطة حلو جدا معي بيخلي المكياج يوعب معي من 10 ل 12 ساعة لو كان عندي خروجة طويلة وعايز المكياج يستمر طبعا ده أنا جايبها من سنة وهي زي ما هي لأننا باستخدموش على طول لأنه هو غلط طبعا تستخدموه على طول لأن البرايمر طبعا بيخفي المسام الوسع فبيعمل طبقة على المسام بيقفل المسام الطبقة دي بتقفل المسام فبتدي منظر ناعم جدا للبشرة بس كترة استخدامها ممكن تطلع لك حبوب لأن هو بيقفل المسام فأنا ما نصحكيش طبعا تستخدميه كتير لكن هو كبشرة دهنية هيعجبك جدا لو عايزة تحكي إفراز الدهون والزيوت وتخلي بشرتك ما تبقاش بتلمع بقى والمكياج يسيح وكده ده هيناسبك جدا لو عايزة المكياج يستمر الفترة طويلة 10-12 ساعة عندك خروجة عندك صهرة وعايزة المكياج يوعب معيك أطول فترة هيناسبك برضو لو عايزة تخفي المسام عندك مسام واسعة في بشرتك وعايزة هتبقى شكلها ناعم وتخفي شكل المسام برضو هيناسبك جدا اللي هو اللوريال انفيلابول ده ماتفاينج برايمر أنا جاي باب 150 جنيه من جوميا هو بصه جل هو جل خفيف كده هو جل خفيف بيتحط كده على البشرة لو في مسام هيدخل بقى جوا المسام ويعمل طبقة ناعمة جدا فيخلي شكل المكياج ناعم جدا ولو في دهون بتطلع أو بشرتك بتفرزها هو هيخلي الزيوت دي يعني يتحكم فيها مش هيحصل الموضوع ده وطبعا بيسبت المكياج فترة طويلة فعلا جدا أنا جربته وسبلته المكياج فترة طويلة بس زي ما قلتلكم ما تستخدموهوش غير في قديق الحدود لما تكون يعيزها بس في قديق الحدود عشان ما يطلع ليكيش حبوب في بشرتك أنا جاي بابن على جوميا ب150 جنيه وعجبني جدا حلو جدا يعني أنا عجبني جدا لتثبيت المكياج بتخسلي وشك وبعد كده بترطبيه بأي كريم عندك مرطب عادي زي اي مكياج هتحطي مكياج عادي جدا لازم بنرطب وبعد ما رطبت بشرتك استني ربع ساعة وبعدين حطي البرايمر وبعد البرايمر حطي الكريم الاساس ومكياجك العادي بس هو ده كان رأيي في البرايمر لوريال انفلابول حلو جميل البشرة الدهنية والبنات كمان البشرتها جفة هيعجبكم لو عايز المكياج يستمر معاك فترة طويلة هتي حلو وده كان رأيي فيه وهو ده الفيديو بتاعنا النهاردة رب يكون عجبكم لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وما تنسوش اللايك ومرسليكم باي باي